أهلاً ومرحباً بحضراتكم يقولون في علم التربية وفي علم أسلوب التدريس عندما أشرح درس بفطور وتدخل على الطلب المتعلمين أهلاً إزايكم أخبركم إيه من النهار كويسين النهار له ناخد مع بعض درس جديد في التاريخ افتحوا الكتاب وصد كذا اقرأ يا ابني وسمع لي وينام الأستاذ أعزائي الطلاب والطالبات أرحب بكم مجدداً ما هذا اللقاء تناولنا سوياً في اللقاء السابق كيف كانت الحملة إلى آخره يعني إلى أي مدى أثرت الحضارة على الحضارات الأخرى تعالوا بنا سوياً بعد مشاهدة هذا الفيديو وهذا الفيلم أن نتابع لماذا تقدمت الحضارة الإسلامية في لحظة من اللحظات وما أسباب تقدمها وتمييزها عن الآخر هيا بنا ثم نعود سوياً فرق بين حماس وفطور عملوا دراسة وقرنوا بين مستوى تحصيل تلاميذ وبين أداءات عشرين معلم ادوهم عنوان لموضوع وطلبوا منهم يشرحوا هذا الموضوع بحماس ودرس تاني يشرحوا بفطور يعني قالوا نلقي درس واحد بحماس في فصل صفين السادس والسابع واشتغلوا فلما جم يشوفوا متوسط درجات التلاميذ في الدروس المعطاة بحماس لقوها أعلى بدرجات بدرجة كبيرة من درجاتهم في الدروس المعطاة بفطور في الصفوف الأخرى اللي عددها عشرين صف معناها رسالة التربوية المهم أما تيجي الدرس حضرتك لازم تبقى عندك حماس والحماس هنا مرتبط بدافعية العمل ودافعية الأداء والرغبة وإحساسك أن أنت بتؤدي رسالة مش نايم على حالك وعندك فطور ولهذا مستوى حماس المعلم أثناء التدريس يلعب دور مؤثر كبير جدا في مستوى تحصيل تلاميذه ولهذا الحماس المتزن مهم وليس المنفع الأكثر من اللازم الحماس الذي يتناسب مع الموقف حماس مهم وهذه استراتيجيات في غاية الأهمية فيها التعزيز فيها التوجيه فيها المحاضرة هذه استراتيجية المحاضرة حماس كيف يحاضر بشكل جيد وبشكل فعال ليحقق أهمية هذا الأسلوب ولهذا الحديث عن استراتيجية التنافس الفردي خلاص في الحماس فيهمنا في حاجة اسمها التنافس الفردي استخدام حضرتك للتنافس الفردي ما بين المتعلمين وعلاقة التنافس بالتحصيل الدراسي لقوا أن كل ما المعلم يستخدم لبنية التنافس الفردي ده يؤدي إلى تأثير فعال على تحصيل التلاميذ في المراحل في الصف الخامس الابتدائي السادس الابتدائي ولقوا تلاميذ سنة خامسة حتى السامن اللي هو هتبقى أولى إعدادي التنافس فيما بينهم عالي جدا يعني مستوى التحصيل إذا ما قرن بالتنافس الجماعي طرق التعلم الزاتي وطريقة التدريس المبنية على التعلم الزاتي والتعلم الفردي تنفع أوي في التنافس الفردي خلاص وبالتالي هنا مطلوب أن تؤكد على قضية التنافس الفردي ما بين التلاميذ وبالذات ما تلاقي ولد يعني مستوى ضعيف أوي وعايز تقرنه بحد أعلى منه بحاجة بسيطة عشان مستوي يزيد وبعدين تروح للباعة الأعلى وتخلي الأعلى مع اللي تحتيه مباشرة وهكذا بحيث نراعي الفروق الفردية ما بين المتعلمين أسلوب التدريس القايم على التنافس الفردي مهم الاستراتيجيات التي يجب أن نستخدم معاه طريقة التعلم الزاتي وطريقة التعلم الفردي مهم جدا الأسلوب الحماسي ولكن الحماسي المتزن مهم جدا أن نعي أن كل ما قيل من أسليب تدريس أحباء الكرام مبني على المدح أو النقد أو التغذية الراجعة أو استعمال أفكار التلاميذ أو استخدام وتكرار الأسئلة أو وضوح العرض أو التقديم أو الحماس أو التنافس الفردي ما بين التلاميذ كلها أسليب تدريس تحتاج إلى أن نعي بها وأن نستخدمها في الوقت المناسب حسب الملكات والسمات الشخصية وتوظف بشكل فاعل من خلال لغة الجسد ومن خلال الصوت ومن خلال الإيماءات وكل منها له مدلول كبير جدا في التدريس يميز عن غيره هذه الأدوات يجب أن نمتلكها حتى نحقق إدارة صفية فاعلة وحتى نحقق أسلوب تدريسي جيد وفعال وكل هذا يرتبط بالخصائص الشخصية لحضرتك بعيدا عن الرتابة وبعيدا عن الفطور يجب أن نمتلك هذه الأدوات حتى نحقق ما نريده وحتى نبني إدارة صفية فاعلة هذه كلها جولة في دائرة كبيرة جدا تحتاج مننا أن نعي تعرفنا على ماذا نعني بأسلوب التدريس والفرق بين أسلوب التدريس وبين الطريقة التدريسية وأي الأسليب تفضل على ضوء ما طرحناه وعلى ضوء ما فهمناه كلها أسليب في غاية الأهمية تحتاج إلى أن أمتلك معها استراتيجية التدريس أوظفها تنفع مع بعضها وتنفع مع الكل ولكن في النهاية أن تصاحب القرار في هذا أعزائي المعلمين والمعلمات عليكم أن تحسنوا الوعي بهذه المفردات التي طرحناها ونكتهد في أن نطبقها في واقعنا لعلنا نجد منكم من يتفاعل معه الطلاب بشكل جيد من يحصل معه الطلاب بشكل ميسر بعيدا عن التعقيد من يحب هذه الرسالة ويحب الصف بشكل جيد حتى نحقق إدارة صفية فاعلة وناجحة على ضوء أسليب تدريس فاعلة وناجعة في أمان الله السلام